اولا انا بحب اعرفكم بنفسي انا اسمي محمد عبدالعليم عبدالصمت انا من المفترض ان انا في المسمى باحث في علم المصريات او في علم الاثار المصرية وفي الاساس في اللغة المصرية القديمة واساسي برضو بتخصص اكتر في الخط الهيروغليفي عظيم هبدأ من اخر كلمة قالها مش اخر كلمة هي فيه كلمة عجبتني جدا قالها الدكتور طارق وانا طبعا حظ يوحش جدا جدا ان انا هتكلم بعد الدكتور طارق لان طبعا حظ يوحش جدا ليه؟ لان كما يقول الشعراء ما شتانه بين الثرى والثرية فاعتم باسم فمش معقول بعد محاضرة شيقة زي اللي قالها الدكتور طارق ان انا هطلع اتكلم فربنا يكون معايا بقى المهم فالكلام اللي هو الدكتور قاله وعجبني جدا من افضل الكلام اللي اسمعتوه انه هو قال على موضوع الناس اللي بتقول ان هو تجربة ما بعد الموت وهيبقى شكلها عامل ازاي وكده ما حدش مات وراح ورجع لنا قال لنا شاف ايه؟ صح؟ وده الهاجس اللي كان ماشي دايما في طول التاريخ يا ترى ايه اللي في العالم الاخر حد راح وجه مفيش المصف القديم كان فيه من اللوحات المشهورة جدا لوحة عزب الهرب عزب الهرب الاعمى ده كان احنا في المعروف كده سبحان الله انه الناس اللي هم ربنا فقدهم نعمة البصر عندهم رهافة في الصوت وجمال ورخامة غير السمع الجيد فدايما تلاقي مثلا كبار مقرئ القرآن كانوا من ايه؟ مكفوفين المغنيين في المصر القديم كانوا عزبهم مكفوفين فكان عازف الغرب اللي بيغني ده كان اعمى وكان بيقول ايه لم يذهب احد غربا وعدل يخبرنا ماذا رأى يعني ايه ذهب غربا؟ مال ليه بقى ذهب غربا؟ لان الغروب عند المصر القديم عكس الشروق اللي هو الميلاد والبعث كان الموت والنهاية وكان المصر دايما يعيش في شرق النيل ويتفن في غرب النيل لو قلنا مثلا القصر في الشرق هنلاقي ودي الملوك وودي الملكات في الغرب عشان خاطر دلالة ان الموت والجبانات دايما فين؟ في الناحية الغربية طيب اللي راح وجاه قال لنا ايه؟ محدش رجع عشان يقول لنا ده كلام دكتور طارق بس المصري موقفش عندي كده وانما هو ايه؟ قرر ان هو يعرفنا بقى ويفهم ويعرف ايه اللي في العالم الاخر فترك لنا بقى الحاجة اللي احنا ايه؟ هنتكلم عنها دلوقتي اللي هي تصور المصري للعالم الاخر كان عامل ازاي؟ شكله عامل ازاي؟ طبعا المصري القديم مش هو الواحد اللي قال كده طبعا كل الثقافات والاديان قالت الكلام ده كله يمكن اشهر تجربة بما ان احنا في دانتي أليجيري بقى دلوقتي فطبعا الكوميديا اللي هي طبعا حبيب قلبي جميل صح؟ يعني عندنا دانتي أليجيري مثلا كتب الكوميديا اللي هي في ثلاث اجزاء الجزء الاول اللي هو الجحيم الثاني اللي هو المطحر والثالث الفردوس تصوروا عن الجحيم ان هو في قاع الارض بتنزل في كهف كده من الارض تحت تسع طبقات لغاية ما توصل لمركز الارض اللي موجود في الشطان في كل درجة من الدرجات دي في طبقة من المعذبين حسب ايه زنوبهم كل منزة الطبقة يبقى انت بنايل بزيتين ميلة وهتاخد في ادباغ اكدر لغاية ما يوصل لغاية فين الشطان وده اللي هو اول من خان الرب ومعاه مين يهوزا اللي هو خان المسيح ومعاه مين بروتوس اللي هو خان مين يولوس قيسر وهكده بعد كده يطلع على سطر الارض خلاص هو خلص سطرة الجحيم عايز يطلع السماء الفردوس سيعمل ايه؟ المطهر اللي هو عبارة عن الجبل زو سباح طبقات يطلعوا كل ما يطلع ينزل من عنه شوية زنوب بغاية ما يطلع في النهاية اسمه يبقى المطهر ده باللاتيني لا ما عرفش بالانجليزي بريجاتوري المهم مش ده موضوعنا حتى دخلاش في المصريات بعد كده يطلع الفردوس في السماء فهو التصور اللي هو انهو فيه جحيم في الارض فيه مطهر ما بين السماء والارض وفيه فردوس في السماء احنا في الجحيم حضرتك لا احنا فوق الجحيم انا اسف انا طاولت معلش طبعا ما قبل ذلك ما قبل بانتي علي جيري بحوالي 28 سنة كان فيه ابو العلاء المعري مثلا كان كاتب حاجة اسمها رسالة الغفران بيتكلم فيها عن ايه زيارة للجنة والنار وشاف ايه هنا وشاف ايه هنا فكل الثقافات والشعوب نفسها تعرف السر واللغز ايه اللي موجود في العالم الاخر نرجع بقى للمصر القديم بالنسبة لموضوع الاهرام الاهرام فيه كم هرام في مصر حد يعرف العدد بالظبط 100 حجر و 40 تقريبا 100 حجر و 40 هرام 100 حجر و 40 هرام هذا اللي هو القائمين حاليا اشهرهم طبعا اهرام الجيزة فيه اهرام في داشور فيه اهرام في سقارة في ميدوم فيه كيزك حتة يعني في حاجة اسمها متون الاهرام او نصوص الاهرام ودي موجودة في 9 أهرام فقط من 100 حجر و 50 هرام دول ماشي كده ايه هي نصوص الاهرام دي اقدم تعويز او اقدم نصوص دينية بتقول لك ايه اللي بيحصل لما الواحد يموت في العالم اخر في ايه تمام مش عارف من هو بس هو تمام برضا اقدم نص وصل لنا كان من الاسرة الخامسة هرم اسمه هرم ونيس اللي هو بيسموه بالانجليزي اناس هرم ونيس ده هو اخر ملوك الاسرة الخامسة جوه لو ما تخش كده هتلاقي غرفة الدفن شكل جمالوني كده الوش والضهر والسقف وتحت كله متغرق تعويز وكلام حوالي 649 نص جوه الهرم بيتكلموا عن ايه بقى الميت بيحصل له ايه بيحصل له الثلاث حاجات اللي كان بيقولهم في فترة تحت اللي هي في الدقاط اللي هي العالم الاخر وفي فترة اللي هو عايز يطلع فيها للسماء وفي فترة اللي هي فوق السماء نفسها شوفت بقى الترتيب جايز ازاي اول حاجة الدقاط الدقاط اللي هو العالم الاخر والعالم السوفلي تخيل معايا كده معلش ناسف ان الارض معلش يا جماعة نستوانا كده ده كده السطح اللي احنا عايشين عليه الناحية التانية هنا في ايه في صبح تاني وفي حياة تانية بس مقلوبة مقلوبة احنا فوق وهم تحت ده اللي هو الدواط وعندنا الشمس مسلا بتطلع من هنا ماشي كده بتمشي كده لغاية ما نوصل للغرب بتعمل ايه لما تيجي هنا بتيجي كده بتخش الدواط بقى وتمشي نفس المدة اللي مشيتها من هنا يعني هي ماشي هنا اثناشر ساعة هتمشي هنا كم اثناشر ساعة لغاية ما تطلع هنا كده وتتويلد وتطلع لاشروق فهي ماشية كده ونزلة عالدواط الدواط اللي هو العلم ايه الاخر العلم السوفي احنا ارض مسطحة قرص كده وهنا فوق ناس عايشين وتحت فيه ناس عايشين بس مش نزل زينا لحاجة تانية فده بيخلص هنا وينزل تنور تحت وتطلع ويرجع تانية ده الفكر اللي هم فكروا طب ايه علاقة ده بالعلم الاخر اقول لك لان المفترض ان الميت لما بيدفن بيدفن فين فلما بيصحى ويصدق سبيلاء نفسه فين تحت طب ده عالم هو ما يعرفوش ولو دخلو وهو ما يعرفش حاجة هيلاقي نفسه حفر نار وبحيرات مش عارب ايه وتعابين بتاكل ومرضة بسككين هيقطعوه هيتقطع مش هيتوه مش هيلاقي نفسه فلازم عشان يمشي في الحتة دي ويلقي نفسه يحصل ايه حد يحفظه فارحو كدبنه التعويز اللي هي على الجدران الغرفة الدفن دي اللي هي بتقول له المنطقة الفلانية فيها بحيرة نار اخد بالك عشان تعديها تقول تعويزة معينة فات وجدلك مركب تركبها وتطلع هتلاقي هناك ايه تعبان يطلع لك يقولك عايزات لك تروح انت اقيل له انا عارف اسمك ايه عارف اسمك جيه حتة مهمة برضو قوة الاسم ان انا لو عرفت اسمك انا ليه سيطر عليك لو عارف اسمك اقدر ايه احكمك الكلام ده هنلاقيه مثلا في في الادب الالماني مثلا في الحتة بتاعت ايه رمبلستيلسكن لو عرفت اسمي انا بحلك من وعودك كلمة ان انا لو عارف اسم شخص من حق ان سيطر عليك والاسم زوء اهمية وعظمة عند المصر القديم من غير الاسم انا مليش وجود لان احد مقاومات الشخصية المصرية هي الايه الاسم الاسم اسمه في المصر القديم رين رين تيري ودينون وكان بالمناسبة حتة لطيفة الملك كان اسمه بتحط في ايه خرطوش زمان ما كانش اسم خرطوش كان اسمه ايه كان اسمه شن دي ابداية شن ورين فالشن اللي بتحتوي رين دي معناها ان ده شخص ايه ملك حتى الان احنا بنقول على واحد ان يكون حد عظيم زوحيسية ده له شنة وايه ورنة كلام سليم طيب الرجل داتي حاليا ماشي في الدوات وعن ما اللي يتلطش من كل حتة فكل تعويزة يقولها ينجو ويعدي لغاية ما يوصل فين عالصبح طلع لقى نفسه هنا خلاص عظيم مطلوب منه ان يوصل للجنة اللي هي حقول اليارو وحقول القرابين والحاجات اللي هي العلم الاخر ده يعمل ايه لازم يطلع السمه يطلع السمه ازاي المرحلة التانية اللي له جب اللي هو الى اهل ارض ان هو يرفعوا ايده لغاية فوق فهم ياخدوه يشدوه اخدوه ياما يطلع له جناحات فى يطيروا يطلع ياما حورس يجيلوا على شكل سقر ويشيلوا يطلع ياما ايديس ونفتيس يتحولوا سقرين ويمسكوه يشيلوه يطلعوا او يحرقوا البخور فى يطلع على البخور زى السلم او يحطوا له السلم ويسندوه هو يطلع عليك مئة الف حاجة بس فى النهاية يحصلوا ايه لازم يطلع ياخد رحلة لغاية ما يطلع فى على السمه طلق السمه حلو ازال فل يلاقي ايه يلاقي بحر طبعا يحبصين على السمه كده ماشر الله زرق زرق ليه شافيه بق بحر ما كده بحر فى ايه لازم يعد البحر ده عشان الناحية التانية في حقول يارو الجنة وفي حقول القربين وفيه 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 طب عظيم يعد ازاي فيه فى المركب صح يازم يكون فيه مركب اساسي فيه فى اليونان كان عندهم حاجة اسمها نهر ستيكس اللى هو ما يوصل من العالم الاحياء والاموات عشان يعديه كان فيه مراكبي بيجي اسمه شارون اللى هو هيكل عظمى لابس عباية ومسف فيه لومانجل يعدي الاموات الارواح دى ويديهم فى الناحية التانية طب هنا بقى فيه مراكبي برضو معداوي بس مش هيكل عظمى ومش لابس عباية وانما وشه فى افاه هو ماشى كده بس ده مش وش ده قفة الوش هنا حاجة مرعبة زى افلام الزومبي كده ده واقف فى الايه فى المركب عشان يعديك لازم تقنعه مينفعش بتقوله انا عارف اسمك مينفعش تقوله انا هخوفك هكلك انا ده مبيتفهمش ده غابي ده وايش شف افاه هتراهمه ازاى فلازم تعمله ايه تتحايل عليه فتقوله ايه انا كنت رسول الاله الشمس بعتني اعمل حاجة ورجع له او رجع له بالرد او انا مثلا جاي بقربين وراح اقدمها له او انا مثلا مهرج هو عادي ان هو زعلان شوية ومكتئب فراح اقرقص له واغنيله فى الراجل ايه يفوق احور عليه فالاخر ايه يسمح له ان يركب المركب ويعدي الناحل تانى فانما يروح الناحل تانى الاجلس فين عشان يخش فين الجنة هنا بقى عايز اضط على سؤال كانت سأل اللي هو ليه على المقابر بنلاقي صور زرع وقلع وصناعة وحاجات زى كده هو دي مش موجودة فمقابر البلوك موجودة بسة مقابر الافراد لو اي حد غير ملك وده الفرق الوحيد او الاساسي ما بين مقابر الملوك ومقابر ايه الافراد ان مقابر الافراد هتلاقي فيها نصوص دينية وهتلاقي فيها نصوص حياتية اللي هي ايه واحد بيزرع ويجرر بقرة ويجرر طور لكن مقابر الملوك مفهاش كده خالص مقابر الملوك نصوص دينية فقط بتصور حال الملك في الايه في العالم الاخر اما الافراد فعندهم تصور حاجات زي كده لان هذا ما يتمنون هو في العالم الاخر يعني مثلا في مقبرة سن نجم مفروض ان هو واقف بيزرع وبيحصد وبيجر البقرة ومراته وراه هو هنا مش في حياته في الغلغيط اللي هو عايش فيه وانما ده في الجنة هو نفسه في الجنة يبقى كده يبقى فلاح يزرح ويقلع ده كان تصوره عن العمقر فكان بيقول اللي هو عايز يشوفه ايه بيرسمه على المقبرة لكن الملك مش كده ليه للملك حالته ارفع من كده كمثال صغير الملك مبيتحسبش ده بالضبط ده واحد من النيترو مبيتحسبش وعليكم السلام عليكم السلام عليكم يعني محاكمة ازوريس المعروفة اللي هي في العالم الاخر اللي بيتحط القلب النحادي وريشة مائة النحادي الملك مبيعدش عليها الملك خلاص دخل الجنة من غير كلام ليه بقى لان هو طبقية ايوة طبقية طبعا ده اساسي ده كلام سليم ده اساسي بالضبط احنا قلنا من مكونات الشخصية اسم وجسم وروح وقام وزل وزل اللي هو الشوت صح وفيه حاجة كمان اللي اسمها الاخ طبعا طبعا عند الملوك اساسي طبعا وعند كبار اليكا هنا وحاجات زي كده فالاخ دي لو انت عندك بتضمن لك مباشرة انك تلتحق بمركب الشمس مع رعه شفت انت شمس وهي معدية هنا كده ونزل هنا كده حاضر ده اساسي ماشي فايه صح من غيره ما ودي على فكرة لو تلاحظوا في الاسلام إلا من قط الله بقلب سليم دي على فكرة فيه ده شابه على فكرة انا كنت مفكر في حاجة ان فيه امور فيه امور لا تدرك بالعقل وفيه امور تدرك بالعقل يعني مثلا لو الواحد قاعد مجالوش نبي مجالوش رسول مجالوش اي حاجة مجالوش كتب سماوية ممكن يدرك وجود الله لازم يكون في الكون خالق لازم مثلا يكون الاله ده مثلا ممكن عبوده ممكن هيجزيني وهيئه وهيعقبني دي امور تدرك بالعقل ممكن العقل يدركها لكن مثلا ان فيه مزان وفيه قلبي بتوزن وفيه اعمال ومن خفت ومن ثقلت دي مش بالعقل دي ما بهاش عقل دي امور تأخذ نصا فاز كانت موجودة عندنا نصا فمين اللي قالها نصا عند المصريين القدماء حد فهم النطلين بغض المصري فالفكرة هنا احنا بنتكلم عن العلم الاخر عند مين صحيح يا باشا صحيح يا باشا الصورة الخلق سابق الصورة مهم وفقا وفقا لنظرية الخلق في منف ان الاله بتاح اللي هو نتر بتاح هو الخالق اللي خلق كل شيء فخلقوا ازاي بالتصور المسبق بمعنى ان هو يتخيل انسان بلو عنين ولودان ولو مناخير ولو شعر ولو 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 فيقول كن انسان فيكون انسان دي موجودة في الاسلام اذا اراد شيء ان يقول له كن في المسيحية وقال الله ليكن نور فكان نور هو بيخلق بالايه بكون وهكذا في البداية كان الكلمة في الانجل يوحنا لكن انا متكلم على العهد القديم بغض النظر يعني اصدقلك ان الله صحة تعالى في الاديان التوحيدية بيخلق بالكلمة كذلك في نظرية منف بيخلق بالكلمة معاكده طيب احنا لابسي خلصنا متون الاهرام متون الاهرام دي كانت من الاسرة الخمسة لغاية الاسرة السبعة موجودة في تسع اهرام من ايه من المية حاجة وخمسين موجودين دول او مية حاجة وخمسين محمد بس المحمد ان ايه الاخر حاجة بيقابلك احنا نستغل نقول ايه هنالشين ايه بيقولي بعد ايه باي 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 اخر متر اولة موجود بعد ما تنجح وليه لدي كده اسمه باي ساعات الباشة شكرا ناوس شكرا ناوس تمام بقالها الاف السنين مش نزل بغض النظر يعني بغض النظر عن تاني صح كلام ساعتك طيب حتى الان النصوص مقصورة على مين على الملك مفيش بشر الناس العاديين دول كلهم مالهمش خلاص مالهمش حد يقودهم في العالم الاخر يوديهم عشان يطلعوا فوق ويطلعوا على السماء طب والناس العاديين يعملوا ايه مفيش حتى الان لغاية ما بتلاقي فيه حدث سياسي بيحصل في الفترة دي ايه هو الثورة الاجتماعية اللي هي في نهاية الاسرة السادة حصل الثورة الاجتماعية وتمزقت مصر والناس صارت على سلطة الملك اللي هو كان مؤله يعني وسلطة الكهنة وي 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 كان بالضبط الملك اخر ملك بيبي التاني صحيح بيبي التاني بيبي التاني كان حاكم هو عن ست سنين ومات وهو عنده مئة سنة يعني ستة وتسعين سنة وبدي اعتبر ده كلام ده كلام انا بوجد ده كلام ده يعتبر لو فرضنا الرقم ده صحيح فده يعتبر اطول ملك حاكم في التاريخ اربعة وتسعين سنة اللي هو ملك بيبي التاني المهم فطبعا تمخضت الثورة دي عجباتك اوي جامدة اوي صاحبك الثورة دي تمخضت عن حاجة تانية في الدين توازين مع السياسة الخلاص مش لمين احنا كمان نخش السماء شمعنا انتو فظهرت هنا حاجة اسمها متون التوابيت ايه التوابيت دي بقى التابوت اللي بيدفن فيه ينكتب عليه نص برضه يقوده في العالم الاخر ويعرفه هيعمل ايه ويشوف ايه وبتاع التوابيت دي توبوت توابيت مين؟ توابيت افراد يعني ممكن تلاقي مثلا وزير وتلاقي كاهن وتلاقي فلاح بس لو عنده مقدرة انه ايه يعمل تابوت وينقشه ما عندهش طريقة زهر حاجة دي اسمها كتاب الموتة اسمها؟ كتاب الموتة كتاب الموتة مش بسوش كتاب موتة اسمه برت امهرو يعني ايه الخروج في النهار بس احنا اصطلح صلاحا ان احنا نسميه كتاب الموتة ايه كتاب الموتة ده لفائف من البرد مكتوب عليها التعويز زي ما تكون مكتوبة على الجدران زي ما تكون مكتوبة على برد هيبقى ارخص طبعا من ان انا اعمل تابوت وانقشه. فكان مسلا بتتعمل بالجملة. كان يجي مسلا الكاهن او الرجل اللي بيكتب الحاجات دي يكتب له خمسين ستين ايه? بردية ويخليهم عنده. يجي واحد انا عايز الحاجة الفنانية. يحشيلها كده وحط اسمه في البردية. والنص زي ما هو. يعني بدل مسلا ما هو قاني يبقى حرنفر. بشي الحرنفر ان يحط فلان يعني يكون سايب حتة دي بياضة كده بياضة صغيرة. سايب بياضة صغيرة عشان خاطر يسقط فيها اسم مين? الشخص اللي هيشتري البردية يخد الرجل ده البردية يحطها فين? في التابوت بتاعه. اما انه يلف بيها نفسه عشان البركة طبعا تحل. يا اما انه يحطها في تمثال عشاكل ازوريس جنبه ايه? في التابوت. فاصبح. دي صورة ده من سكوك الجنب. اه سكوك الغفران. ده كان في فترة ايه? فترة الدولة الوسطى يعني. واستمرت في الغاية في الدورة الحديثة والعحد المتأكتب. فكرة كتاب النوت ده. لكن في الدولة الحديثة بقى ظهرت حاجة جديدة. حاجة اسمها كتب الملكية. رجع بقى لاحتكار تاني للايه? للعرض الاخر للمين? للملوك. بس بقى مش بطريقة البهدلة اللي كانت في في الايه? ان هو هينزل ويشوف بحورة النار دي فيها ايه? ويقول له معلش اسمك ايه? ما فيش الكلام ده. دلوقتي هو هيلطحت. احكب واحدة بطاقة ايه? 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 فاصبح الفكرة الجديدة ان الملك مش بيطلع من الدوات. الملك بيطلع على طوع المركب بتاعت مين? بتاعت راع? يركب معاها المركب ويعدي معاها الدوات. هو كده عدة خلاص. لانه مضامن لانه يعدي لانه اكيد مع الاله يعني مش هي ايه محاجة هيوقف. معادي. هنا ظهرت حاجة اسمها الكتب العالم الاخر. ودي تواجدت في مقابر الاسر الدول الحديثة كلها بالكامل. اللي هي كتب عندك كتاب اسمه. كتاب الايم دوات اللي هو ما في العالم الاخر وفي كتاب اسمه كتاب البوابات. كتاب اسمه كتاب الكهوف. كتاب اسمه كتاب ايه بقى اللي الملك بيشوفه هنا بقى. هو ده تصور العلم الاخر. انت وانت معدي فوق كده شايف ايه تحت. ده بقى بحتاج ساعات بقى في الحوار. فانا بس بشرح بس الوضع الناس تصورت ازاي العلم الاخر عامل ازاي. ووسيلة الخلاص فيك اتعمل ازاي. ده علم مصريات اللي هو حداتك مش محتالي دي اساسا. انا اسف جدا على الاطالة واشكركم جدا على الكلام.